وهل بدنيا الواراء علم ومعارفة كالعلم بالله رب العرش مولانا العلم يحفظ في الهيجاء حامله والله يرفعه وحيا وقرآنا اليوم إن شاء الله سنتعرف على البيتين السابع والثامن ونبدأ بالبيت السابع بعد أن نقرأ المقدمة مرة أخرى طبعا إن شاء الله المرة القادمة إن شاء الله ستتم إضافة جميع من سجل في الاستمارة على قناة تليجرام الخاصة بهم سيجدون عليها البيدي إف الخاص بالمتن الذي أمامهم سيجدون عليها كتاب التجويد المصور بيدي إف إن شاء الله سيجدون عليها جميع الحلقات طبعا كتاب التجويد المصور شرط أن نشتريه نقول ذلك في البداية لماذا لأن الشيخ نبه أن هذا الكتاب لا يجوز أن نقتنيه بغير الشراء يجب أن نشتريه أولا بعد ذلك يجوز لنا أن نخصر على البيدي إف طبعا بغير أن ننشره هكذا هذا تنبيه من الشيخ بنفسه تنبيه صوتي سنرسله لكم أيضا لماذا سندوا إن شاء الله الجمعة لتسميع هذه الأبيات الثمانية أول الثمار بدأنا نحفظ من الأبيات هذه الدورة لشرح وحفظ متن الجزرية تمام طيب ماذا يقول الإمام يقول راجي عفو رب سامع محمد بن الجزري الشافعي الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلم مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها تمام تمام طيب سنبدأ إن شاء الله في البيت السابع محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف طيب لدينا أولا كلمة محرري وكلمة محرري هنا إعرابها الموقع الإعرابي الخاص بها الحال إذا أردنا أن نعريبها يا طلاب علم النحوي نقول عنها هنا حال منصوبة وعلامة نصبها الياب تمام طيب هل النحو لابد منه حتى نفهم كلمة محرري نعم لابد كلام العربي لا يفهم إلا بالنحو لكذا في هذه الدورة إن شاء الله نعتني بدراسة الأمور النحوية التي تساعدنا في الغوص في أعماق النص نحن بنخرج أي معلمات ومعلمين في هذه الدورة المعلم يجب أن يكون مميزا كيف يكون مميزا أن يكون ملما بما يشرحه أنت تشرح كلاما عربيا أو أنت تشرحين كلاما عربيا هذا الكلام العربي يجب أن يكون منضبطا بقواعد اللغة وأن يفهم بقواعد اللغة نصبأ إحنا بنرتقي شوية تفسير العامي لا نتجنب شوية الكلام العامي الآن نحن أهل اللغة العربية كما يعني في الدروس الخاصة باللغات الأخرى يتحدثون باللغة باللغاتهم في دروسهم وفي محاضراتهم إذن في علمنا في علم اللغة العربية في علوم اللغة العربية من علم النحو والصرف والتجويد لأن التجويد من علوم اللغة العربية أيضا لا بد أن نتحدث بها الموقع العربي حال نفهم إيه؟ نفهم أننا كنا في البيت السادس دهما كنا نقرأ أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات ليعلموا ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد يعني يجب على قارئ القرآن يجب عليهم أن يعلموا هذه الأمور المخارج والصفات التي تحدثنا المرة السابقة عنها يجب إذا كانوا يريدون أن يكونوا من حملة القرآن المجودين الموضحين وخلي بالكم كلمة محرر لما تخدوا إجازة إن شاء الله كلمة بالتحرير والتجويد تمام كلمة تحرير تأتي دائما أو غالبا في موضوع الكلام النظري الكلام النظري والتطبيق العملي يعني الكلام النظري شرح قاعدة مثلا قاعدة تجويدية أننا نقول أن نون الساكنة هنا مثلا أو أن نون المشددة فيها حكم غنة تمام فيها حكم الغنة هذا مثلا من باب التحرير بالتجويد ننطق بقى عند المعلومة عند القاعدة النظرية وعند التطبيق العملي يبقى التحرير والتجويد عندما تجدونها إن شاء الله أننا ما شاء الله لدينا المعلومات النظرية والتطبيقات العملية تمام يبقى هنا من يريد أن يكون حاله أن يكون حاله من الذين يجودون القرآن ويوضحونه لابد أن يعلم المخارج والصفات تمام طيب في هنا سؤال النحو والتجويد كانتا مادة واحدة ثم تم فصل التجويد اللغة العربية عمتا اللغة العربية عمتا الصرف والنحو نعم الصرف والنحو نعم النحو قعد له من القرآن لا هي مش كده لا مش النحو قعد له من القرآن القرآن نزل باللغة العربية التي هي أصلا فيها نحو وصرف فيها كل ذلك والقرآن باللغة العربية تمام فالقرآن الكريم نزل بالنحو العربي الموجود ونزل بكل شيء أخذين بالكم اسمها أنا فهمت قصدك تقصدين أن لابد للنحو أو لابد للإعراب أن يوافق المعنى القرآني تمام لكن النحو أصلا موجود عند العرب قبل نزول القرآن نضبط الجملة لكي تكون واضحة النحو موجود قبل نزول القرآن لغة العربية موجودة جاء القرآن هل ممكن أن تخالف القاعدة العربية اللغوية الآية القرآنية مستحيل وإذا كان خلاف فالخلاف في من نقل القاعدة العربية في خطأ عنده هو لكن الكلام العربي الفصح لا يخالف القرآن أبدا تماما عشان كده في حاجة اسمه القرآة الشاذة بعد القرآة العشر ليه؟ لأن فيه وجه اختل في وجه اللغة العربية من نحو أو غيره لذلك لم تتواتى القرآة الأخرى كالقرآة العشر تمام؟ طيب هنا محرري واضحة طيب في فائدة نحوية هنا كلمة محرري هذه أصلها محررين طيب فيل النون يا أستاذ النون حذفت تمام للإضافة تمام حذفت للإضافة يبقى هنا كلمة محررين هي الأصل يعني الكلام محررين التجويل لكن حذفت النون مش يعقوها حذفت نونوها عفوا أصلها حذفت نونوها مش لي محررين التجويل محررين التجويل زي في القرآن الكريم يا صاحبي السجين مش صاحبين صاحبين بدون نون تمام طيب معنى بعد ذلك الفرق بين الواجب الإصطلاحي هذه من المرة السابقة نعم تحدثنا عنها محرر التجويد والمواقف لدينا كلمة التجويد لدينا كلمة التجويد التجويد لغة يعني التحسين جود يجود يعني حسن يحسن جود الشيء يعني حسنه وسيأتي الحديث تفصيلا عن التجويد لكن احنا بنأخذ شيئا يعني ايه زي مختصر كده مجمل عن كلمة التجويد لأنه فيه باب كامل في المنظومة خاص بالتجويد سنتحدث باستفادة واصطلاحا هنا هو علم يعرف به النطق الصحيح للحروف العربية كيف نفهم النطق الصحيح بمعرفة المخارج والصفات الخاصة بكل حرف وما ينشأ عنها من أحكام يبقى علم التجويد باختصار كيف أنطقوا الحروف العربية القرآنية نطقا صحيحا لنبالكم العربية القرآنية يعني الحروف العربية خارج القرآن الكريم بتفقد صفات من الصفات التي هي موجودة في القرآن طيب يبقى التجويد هذا مجمل الحديث عنه وجود الشيء يحسنه يبقى معنى التجويد يحسن القرآن يجوّد القرآن هنا كلمة المواقف يعني محال الوقف ومحال الابتداء كلمة المواقف جمع كلمة موقف محال الوقف أي الأماكن التي يجب أن نقف عليها في القرآن الكريم في بعض الكلمات يجب أن نقف هنا لا يمكن أن نكمل المعنى وإلا أصبح فاسدا تمام؟ زي مثلا قول الله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهما بسوطتان لو قلنا كده كملنا المفروض نقف ولعنوا بما قالوا بس نقف هنا ونبدأ القراءة بل يداهما بسوطتان طيب هيا حصل إلى وقلنا ولعنوا بما قالوا بل يداهما بسوطتان معنى ذلك أنهم قالوا أن الله يده أن يد الله عز وجل ما بسوطة لكن هم لم يقولوا ذلك لكن إذا وصلنا الكلام نسبنا القول لهم إذا وصلنا الآية نسبنا القول لهم دين بالكم يبقى في بعض الأماكن في القرآن الكريم لابد أن نقف عليهم وهو يجب أن نبدأ من التي بعدها إذا اسمه علم الوقف والابتداء وله باب كامل سنتحدث فيه في هذه المنظمة إن شاء الله محذر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف طبعا رسم في المصاحف المقصود هنا علم رسم المصاحف المقصود علم رسم المصاحف إيه علم رسم المصاحف هذا وما علاقته بالتجويد طبعا الحديث سيأتي عن هذا العلم تفصيلا إن شاء الله فيما هو قادم أنا بس أخذ هذه العناوين لأننا سنبدأ إن شاء الله من المحاضرة القادمة إن شاء الله بدءا عمليا سندخل في بداية الحروف وبداية أنواعها وإلى آخر تمام فهذه العناوين علم رسم المصاحف طبعا في هنا أمور موجودة في البيت الثامن هي الخاصة بعلم رسم المصاحف طيب ماذا يقول هنا ما علم رسم المصاحف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها طبعا المقصود بهذا البيت أمامكم أن يجب على قارئ القرآن أن يكون عارفا ببابين من أبواب علم رسم المصاحف لماذا يجب على قارئ القرآن أن يعلم ذلك لتعلقهما بتلاوة القرآن الكريم إيهما البابا هذا ما هما الباب الأول الباب المقطوع والموصول من كل مقطوع وموصول تمام سنجد بعض الألفاظ أن لا أن ألف نون لم ألف أن لا مفصولة هكذا تمام وسنجد ألفاظ أخرى اللا لكن النون موصولة بالله سنأتي إن شاء الله هذه الأمور تمام ستأتي هذه الأمور والأمر الثاني باب ما رسم بالتائل ما بسوطة من هاءات التأنيث يعني أريد أن أحضر لكم مثالا على هذه بس الوقت مش مش أمامنا الآن طيب نكمل التائل زي كلمة جنة تأتي بالتائل المربوطة تمام وتأتي بالتائل إيه المبسوطة المفتوحة يعني سيأتي الحديث عن كل ذلك تفصيلا إن شاء الله في موضعه تمام تمام لدينا هنا فائدة في كلمة هاء المكررة في البيت مرتين إحنا طبعا كان معنا من كل مقطوع وموصول بها وتائي أنثى لم تكن تكتب بها ما الفرق الها الأولى من كل مقطوع وموصول بها هذه الها تمام عائدة على المصاحف أخدم بالكم عائدة على المصاحف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بالمصاحف يعني في الموجود في المصاحف المقطوع والموصول بداخل المصاحف المكتوب في القرآن الكريم طيب الها الأخرى وما الذي وتائي أنثى لم تكن تكتب بها تائي أنثى تائي التأنيث الخاصة بالتأنيث زي شجرة هذه مؤنث جنة مؤنث فمرة تأتي مربوطة ومرة تأتي مبسوطة فالها هنا عائدة على هذا الباب في العلم في علم رسم المصاحف يبقى ها هنا مش ضمير هي زي عنوان ها ها التأنيث يعني يقال عنها ها التأنيث سيأتي الحارث عنها لأننا عندما نقب تخرج هاء من مخرجها تمام شجرة وهكذا يبقى هذا كان معنا في هذا البيت طيب سنبدأ إن شاء الله الآن بتصحيح التلاوة طبعا الصفحة الثامنة من سورة البقرة افتحوا مصاحفكم لأننا سنبدأ الآن مخلصا ترجو من الرحمة رفعة منزلي شمر وكن للعلم دوما طالبا لا تيأسن ففيه عذب المنهلي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر